اتهمت عبد الناصر بقاتل جوسة و اتحرمت انها تشوف ابنها اللي لسه ولاه بيرلنت عبد الحميد نجمة الاغراء اللي خطفت قلب عبد الحكيم عمر فحي السيدة زينب سنة 1935 اتولدت نفيسة عبد الحميد حواس اللي غيرت اسمها بعد تقولها الفن لبرلنت عبد الحميد دخلت معهد الفنون المسرحية قسم نقض قبل ما يقنعها زكو طليمات و يخليها تحول من قسم نقض لقسم تمثيل و بدأت رحلة بيرلنتي و لقيت لنفسها مكان في وسط القبار و بجمالها و انوستها قدرت تنافس هند رسطن بجلالة قدرها و حياة بيرلنتي اتغيرت 180 درجة بعدما المخابرات المصرية قررت تجندها و يوم وارد تاني قربت بيرلنتي من رجال الدولة و شافها المشير عبد الحاكم عامر و كيانه تشقلب من اول نصب لكن بيرلنتي عرفته انها مش بتاعت لف و دورها و انو لو عاوزها مفيش قدامه غير طريق الجواز بيرلنتي ما كانتش بس جميلة كمان كانت زكية جدا و مفقبة علشان كده قررت ان علاقتها بالمشير مش هتكون علاقة عبرة و السلامة و قدرت انها تقنعه بالجواز و قال لها موافق بس نتجوز عرف و وفق البرلنتي بيرلنتي بعد فترة صغيرة من الجواز العرفي قدرت تقنعه ان يحول الجواز من عرفي لرسمي و ابتدى اصبحت بيرلنتي رسميا الزوجة التانية للمشير و في نفس السنة اعتذرت بيرلنتي التمسيق كل الصحف كتبت خبر اللي اعتزال و كلهم برضو كانوا عارفين السبب بس محدش كان يقدر يتكلم الجواز دي كانت من وراء ظهر عبد الناصر بس زي ما انتم عارفين بقى مفيش حاجة بتستخبه في البلد دي و لما عارف عبد الناصر غضب جدا و بعث لعمر و قال له هو الكلام اللي انا اسميته ده صح قال له ايوه يا ريس اتجوزتها و قدام صراحت عامر و صدقته لعبد الناصر و حبه ليه مقدرش يقوله حاجة و حبي يخفف من الموقف و قال له يا صحيح حلوة زي ما بيقوله عامر قال له انا ما اتجوزتهاش علشان حلوة هي عوضتنا عن صحابة الرجالة لانها مثقفة و دمها خفيف بيرلنتي ما اكتفيتش بكونها زوجة الرجل التاني في الدولة كانت عايزة كل الناس تعرف و مفيش حاجة توصى الجوازه من الابد غير الخلفة عامر عبد الحكيم عامر اخر اولاد المشير و ابنها الوحيد بيرلنتي كانت طايرة من الفرحة لكن يا اخسارة يا فرحة ما تمت حصلت ناكسة 67 و كل اصابع الاتهام كانت بوتشير العبد الحكيم عامر على الاقل كان بسبب اوامره بالانسحاب من غير خطة واللي قدى الخسائر و كوارث كبيرة جدا والاول مرة عبد الناصر يسمع للقاضة و اتطيل عامر من كل المناصر اللي كان مسكها تقريبا كده كان لازم ان يحصل كارثة علشان عبد الناصر يعرف ان الصحوبية حاجة و حكم البلد و قيط الجيش حاجة تانية خالص و فيه كلام تقال ان عبد الحكيم عامر كان قاعد مع بيرلنتي وقت الحرب و ما كانش في مكتبه ولا حاجة لكن بيرلنتي بتقول غير كده و بتكذب كل الكلام اللي تقال دي كمان نفت مسؤولية عبد الحكيم عامر على اللي حصل و بتحمل الهزيمة لجمال عبد الناصر و قالت ان عبد الناصر هو سبب النكسة و هو اللي كان ساب الجيش من غير اسلحة حديثة و كمان حملت عبد الناصر مسؤولية موت عبد الحكيم عامر و قالت ان اللي لفز ده لفريق محمد فوز اللي مسك مكان عبد الحكيم عامر بقى وامر من عبد الناصر و قالت انهم معتقلوها بعد وفاته و كمان كانوا بيخلوا الستات اللي معا في المعتقل يفتشوها بطريقة مهينة جدا علشان يكسروها و كمان حددوا اقامتها بعد اخروجها من المعتقل و ما كانتش لقية اللقمة ولا كانت حتى عارفة تشوف ابنها اللي لسه ولدها لدرجة انها ادت الراديو بتاعها للبواب علشان يبعقولها و فعلا بعقولها باربعة جنيه قعدت تصرف منهم شعر و كل الكلام ده قالته في كتابها المشير و انا اللي 12 سنة 1993 ورجعت في 2002 عمل الكتاب تاني اسمه الطريق الى قدري الى عامر و قالت ان الكتاب ده في تفاصيل موثقة اخطر و انها فضلت تكتب فيه سنتين بحلهم و من التاريخ ده و لحد وفاتها في ديسمبر 2010 فضرت بيرلانتي تدافع عن عامر و تترحم عليه هو صلاح ناصر و تهاجم عبد الناصر و رجالته شكرا